مساء الخير في فيديو النهاردة هعمل معاكو الكيكة البراونيز بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومكونات سهلة جدا يعني أسهل مما تتخيلوا بنفس شكلها اللي انتو شايفينه ده قدامكم دي أسهل كيكة ممكن تعملوها مستحيل طبعا تبوز منكو لأن هي أصلا يعني سهلة جدا وطريقتها كمان بسيطة وهنعملها من غير ولا خلاط ولا مضرب هنعملها على كده أي حد يقدر يعملها بالمضرب السلك اليدوي هنروح نشوف الطريقة على طول ونقول المأدير إحنا وبنعمل البرونيز وهكتب لكم كمان المأدير في صندوق الوصف تحت أول حاجة عندي نص كباية من السمنة سمنة نباتي عادي أو ممكن كمان تستخدمه زيت دي نص كباية تكون بس ما تكونش متجمدة أو في التلاجة لو متجمدة أو في التلاجة ممكن نسيحها شوية كده بس ما نخليها سيبقى سخمة وحط عليهم كمان كباية إلا ربع سكر حطيت عليهم كباية إلا ربع سكر من السكر العادي الأبيض الحبيبات اللي عندنا في البيت هقلبهم كده في بعض قلبت كده السمنة مع السكر نص كباية سمنة عليها كباية إلا ربع سكر وأحط كمان معلقة كبيرة من العسل الإسود بيدي نكحة حلوة جدا برضو علشان هي كلها أصلا شكولاتة وكاكاو وكده فبتبقى حلوة جدا هقلب كده الحاجات دي كلها مع بعضها عايزين تضربوها في الخلاط ما فيش مشكلة أو في المضرب ما فيش مشكلة بس دي برضو طريقة نجحة وسهلة جدا بعد كده ضفت كده بطين وطبعا هضيف فانيليا علشان البيض هقلبهم كده تقليبة كويسة علشان السكر يدوب شوية علشان ما يبقاش كده حبيبات باينة كده وطعمه مش هلو قلبت السكر كده والبيض والسمنة والفانيليا وهنحط كمان زرة ملح هنا عندي ربع معلقة صغيرة بس بيكنج بودر يعني ربع معلقة صغيرة وبعد كده هنا عندي كوباية الكوباية دي هنملاها كاكاو على دقيق يعني الاتنين مع بعض لازم يبقى معيارهم كوباية يعني مثلا لو الكاكاو عندكو غامق قوي ممكن تضيفه معلقتين بس كاكاو وتكمله الباقي دقيق لو الكاكاو مش غامق ممكن تضيفه نص كاكاو ونص دقيق اهم حاجة يكون يعني يكون يعني على بعض كده الكاكاو الدقيق كوباية الاتنين مع بعض يعني يكون كوباية مقدارهم كوباية كوباية كده تكون مليانة بس كده دي كل المقادير اللي احنا استخدمناها ما استخدمناش تاني اي حاجة غير بعد كده يعني طبعا هي حابين تعملوها كده ما فيش مشكلة تحطها في الصينية على طول لكن انا هضيف كمان قطع شوكولاتة دلوقتي ما قطعها كده صغيرة بس بعد ما قلب الخليط ده كويس قوي واتأكد ان هو ما فيهوش اي دقيق كده من تحت ظاهر وبعد كده هجيب الشوكولاتة يعني الكمية اللي انتو عايزينها او لو مش عايزين تضيفه خالص ما فيش مشكلة بس هي بتدي طعم حلو كده البراونيز في النص كده وبتبقى سايحة كده وحلوة هقلب كده الشوكولاتة دي كسرتها كده قطع شوائية يعني قلبتها كده مع بعضها القوام بتاعها بيبقى تقيل اهو زي ما انتو شايفين مش بيبقى خفيف كده لا بيبقى القوام بتاعها تقيل كده هو بعد كده هجيب صنية هحط فيها ورقة زبدة وهنزل فيها الخليط ده ورق الزبدة اللي انا حطها النهاردة ده ده اللي انا عملته معاك وقبل كده وهسيب لك اللينك بتاعه برضو في صندوق الوصف او اللي لو ما عندكوش خالص ولا ورق زبدة او ولا اي حاجة ممكن تعمل تحطوا تدينوا الصينية زيت خفيف كده وتحطوا ورقة عادية ورقة تكون بيضة ما فياش كتابة وتنزلوا فيها الخليط ده هنسخن الفرن وبعد كده بس الفرن مش هنسخنها قوي يعني يعني الفرن انا سخنتها مثلا دقيقتين تلاتة كده وبعد كده حطت فيها الصينية مش لازم بتبقى سخنة قوي وبعد كده بنسويها لدرجة حرارة 180 بتاخد حوالي تلت ساعة او بالكتير او نص ساعة بعد تلت ساعة شوفوها اي شكلها اي استوت ولا لا هروح بقى اساوي كده الوش كويس الاول واخبطها كده خبطها كده على الرخامة وبعد كده اروح ادخلها للفرن انا اخدت معايا بالزبط حوالي 25 دقيقة وبتديكو الوش اللي هو بيبقى مكرمش وناعم ده ولامع كده اهو اللي بيبقى فيه لامعة كده وارمشة من فوق يبقى كده البرونيز نجح معاكو وحلو جربوها هيديكو نفس النتيجة اللي انا طلعتها في الفيديو دي انا قلبت كده البرونيز وبعد كده هشيل ورقة اللي انا حطها من تحت دي كده بكل سورة اهو بعد كده هرجحها تاني على الناحية التانية من سبهاش علشان ما تلزقش الوش بتاحها ويضيع الوش اللي هو بتاع البرونيز اللي هو بتشوفوه اه في اي براونيز اللي هو بيبقى اه لامع كده ومقرمش من فوق وبعد كده قطعوها بقى على حسب القطع اللي انتو حبينها يعني كبيرة ولا صغيرة براحتكم الكمية دي ممكن تعمل تمن قطع كبار زي ما انا عملت كده بس حجموهم كبير او ممكن اه تعمل اكتر من كده خمستاشر او ستاشر قطعه يعني بتعمل كمية كبيرة هيا مش بتزيد اوه في الفرن غير اي شواء صغيرين خالص انا خطيت ربع معلقة البيكنج بودر علشان تديها اه طراوة حلوة من جوه كده وهششان حلو متبقاش مع الجنة ووحشة النتيجة بتاعتها نفس الطعم اللي بتشوفوه برا بالزبط قطع الشوكالاتة باينة فيها جدا بس كده وبكده يكون خلص الفيديو بتاع النهاردة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس اللي لسه ما اشتركش واشوفكم في وصفة جديدة تانية ان شاء الله اشتركوا في القناة